الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة تغيير وجه القارة الإفريقية وتحقيق طموحات شعوبها عبر توفير بنية أساسية من طرق وكهرباء ومشروعات مختلفة وفي مداخلة خلال جلسة حوارية ضمن الاجتماعات الصنوية التساع والعشرين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد التي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة شدد الرئيس السيسي على ضرورة أن تضع الدول الإفريقية أليات وخطوات ملموسة لتحقيق حلم القارة في تغيير واقعها وتطويره مؤكدا أن الأمن والاستقرار هما الركزتان الأساسيتان لإحداث أي تغيير مناسب للدول لتحقيق أمل الشعوب وقدرة الدولة على تحقيق الأمن وأشر الرئيس السيسي خلال كلمته إلى أن تكلفة تأهيل وزراءة مليون فدان تصل إلى 200 مليار جنيه أي ما يعادل 30 مليار دولار وصف مفاوض أوكرانيا في محادثات السلام ميخايلو بودولياك حديث روسيا عن استعدادها لاستئناف محادثات السلام بمحاولة لخداع العالم وأضاف بودولياك أن موسكو تريد إعطاء انطباع بأنها مستعدة للتحدث بينما تخطط لطان أوكرانيا في الظهر مشددا على أن كييف ستعود إلى المفاوضات ولكن في الوقت المناسب فقط قال وزير الزراع الأمريكي توم فيلساك أن صوامع المؤقتة على الحدود الأوكرانية تهدف إلى منع روسيا من سرقة الحبوب الأوكرانية والتأكد من عدم ضياع محصول الشتاء في البلاد بسبب أزمة التخزين وخلال زيارة الأمم المتحدة شدت فيلساك على أن استئناف تصدير الشحنات من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود هو أكثر الطرق فاعلية وكفاءة لتصدير الحبوب وحث الوزير الأمريكي روسيا على أخذ المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة بشأن هذه القضية على محمل الجد أعلنت روسيا إدراج 121 مواطنا من أستراليا على قائمة العقوبات بينهم مسؤولون عسكريون ورجال أعمال وصحفيون وفي بيان لها قالت وزارة الخارجية الروسية أن قائمة العقوبات وضعت ردا على العقوبات المتزايدة التي تفرضها الحكومة الأسترالية على مزيد من المواطنين الروس بحسب البيان كما أضافت الوزارة أن الأشخاص المدرجين بالقائمة ممنوعون من دخول روسيا إلى أجل غير مسمى قتل شخصا وأصيب آخر جراء إطلاق نار بكنيسة في فيستافيا هيلز في أعلى باما بجنوب الولايات المتحدة وفق ما أعلنت شرطة المدينة وأوضحت شرطة أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج مؤكدة في الوقت الداتية أنها احتجزت مشتبها به وأنه لا يوجد تهديد إضافي للمدينة أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 54 حالة ظهرت عليها أعراض وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في الصين إلى 225 172 حالة هذا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة لتظل الخصيلة الإجمالية عند 5226 حالة أما رياضيا ستوجى فريق جولدين سيت ووريورز بلقب دور كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد الفوز 193 على بوستن سالتكس ونال ووريورز اللقب بالفوز في أربع مباريات مقابل إثنتين في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات ويعد اللقب هو الرابع في ثمانية أعوام لووريورز والسابع في تاريخه نهاية موجزة ثمانة أول استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل